الدكتور صلاح زيدان اهلا بكم النهاردة حوار مثير للغاية وخصوصها لم اقول لكم ان عنوانه ان خصوبة الرجالة اكيد في خطر خطر نتيجة اولا اسباب معينة كده بدأت تأثر حتى في الكتب بدأت الحياة المنوية التأداد الطبيعي ليه هيقل في الكتب ده معناها انه متوسط بدأ يتأثر طيب ايه اللي حصل في الحياة؟ تعالوا النهاردة نفهم ونقرب هل هي خصوبة الرجل فعلا في خطر ولا انا بقول كلام يعني علمي بس من شغل وقع لما هو الاهلام العلمي هيبلوه واقع لا ده احنا هنشوف تطبيق هذا الكلام النظري قصدي على نحل علمية الاكلينيكية على البرد ضيفي العزيزة القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم يعني ذكورة وفي عالم علاج او التعابل مع الضعف الجنسي وتأخر انجاب عند الرجال استاذ الدكتور صلاح زدان استاذ جرحات الكلة والمسالك البولية التناسولية استشاري امراض الزكورة والاقم والضعف الجنسي بكل طب جماعة الازهر وعضو قيمة الامريكية والاوروبية والدولية والمصرية لجراح المسالك الدولية وامراض الزكورة الاسم المتميز اهلا بيك اهلا ترعي قبل ما ابدأ بالكلام هل خصوط الرجل في خطر؟ والحقيقة الفترة الحالية دلوقتي طبعا اصبحت الخصوبة في خطر طبعا بالاستخدام الخاطئ لبعض الحاجات منها التدخين السمنة وبرضو بضموا صوت لصوت حضرتك برضو في موضوع الاكلات السريعة والجنك فودز والحاجات ديها مشبقة الوجبات المشبعة بدون الموبايلات طبعا استخدام موبايلات دايما بتبقى بعض من الناس بتحطها في البنطلون اللابتوب الناس دايما بتحطها طبعا على رجلية كل الحاجات دي طبعا بتأثر بتأثر على الخصية بتسخد الخصية وبالتالي بتؤدي الى ضعف او انتاج الحيوانات المنوية ايه معنى كلمة عقم عند الرجال؟ الحقيقة موضوع العقم ده يعني هو تغير شوية دلوقتي احنا بنا نسميه تاخر انجاب لان احنا هو دلوقتي بقى المصطلح الافضل لموضوع العقم عند الرجال لان احنا دلوقتي او في الفترة لحالية لان بعض الناس اللي كان شيروهم امل او ما كانش ليوهم امل في الانجاب بدأ يبقى لهم امل زي الناس اللي كانان عندهم بمورف الخصية الناس اللي عندهم مشاكل وراثية اه بدأ يبقى لهم حلول وطبعا زي التفتيش عن الخصة على الميكروسكوب والحاجات دي فبدأ الناس دي حاليا ما كانش ليوم أمل قبل كده فكنا بنسميه عقم لكن حاليا دلوقتي بنسميه تأخر إنجاب تحليل الساعة والحياة وتأخر الإنجاب برضو معلش يعني بالنسبة للتأخر الإنجاب هو تعطله تعريف من قبل الجمعيات وكل الجمعات اتفقوا على أن التعريف بيكون هو عدم القدرة على حصول حمل في خلال سنة من العلاقة الجنسية المنتظمة وعدم استعمال وسائل منع حمل بمعنى أن احنا المفروض بنبدأ ندور على الحمل بعد سنة بس بشرط يكون فيه علاقة جنسية منتظمة الزوج موجود الزوجة موجودة علاقة منتظمة الزوج مش بسافر لكن التعريف ده برضو ليه استثناءات شوية والاستثناءات دي يعني مثلا لو سين الزوجة أكتر من 30 سنة مش هنستنى سنة الزوج مثلا لو كان متجوز قبل كده وسبق له يعني ما حصلش إنجاب مش هنستنى سنة الزوجة نفسي الكلام طبعا وفي بعض الناس برضو بتخلط شوية ما بين القدرة الجنسية والقدرة الإنجابية طبعا مش معنى أن الراجل مثلا نخلف قبل كده أنه خلاص ما عادش عنده مشاكل الراجل لو هو أداءه سليم يترجم ده أنه خلاص أنه بالنسبة للإنجاب كويس بعض الناس برضو لو هو القصف عنده كويس بيترجم ده أنه خلاص أنه بالنسبة له القدرة على الإنجاب كويسة وطبعاً الزوجة بتبقى متهمة شوية في الفترة دي الزوجة متهمة إنها أول ما بيبدأوا بيروح لدكتورة النساء بيقول لها كشفينت الأول فروح لدكتورة النساء بتبدأ مع الزوجة وده خطأ شاعي كبير جداً إن احنا المفروض بنبدأ بالزوج لإن الزوج سهل وبسيط والإطمئنان على لي بيبقى سهل إن أنا بعمل تحليل سائل منوي فزي ما حاجة بتقول كده تحليل سائل منوي ما بيدخل في التعريف عشوين يعني بالضبط غزء من التعريف إن احنا بنبدأ نقيم الراجل بتحليل السائل المنوي وطبعاً التحليل السائل تحطله يعني تحطله معايير فالمعايير بتاعته حالياً كان زمان أو في سنة 1999 كان العدد عشرين مليون الحركة بتبقى خمسين في المية في حاجة اسمها الحركة إيه وحركة بيه دلوقتي بقينا مفيش حاجة اسمها إيه وبيه بقيت حركة هي كلها اسمها رابد بروغريسيف أو الحركة السريعة طبعاً هو بدأ يتغير على مدار السنين اللي فاتت كانت الأرقام عالية جداً بدأ يケد تنزل تنزل غير ما وصلت إن العدد في سنة آآ الفين وعشر منظمة الصحة العالمية حطت معايير سابطة العدد بيكون خمس تاشر مليون آآ الحركة فول اتنين وثلاثين في المية النسبة التشوهات على العكس المتوقع من الناس آآ اسة وتسعين في المية تشوهات ده عادي مفيش في مشكلة خالص يعني أربعة في المية بالزبط 96 يعني 4 مطلوب منه 4% طبيعي وطبعاً إذا ما حالك عارف السائل المنوي ده بيتكون طبعاً من كذا حاجة يعني فيه حيوانات منوية ده بتطلع من الخصية فيه سائل البرستاطة ده بيطلع من غدة البرستاطة بتشارك بحوالي 30% الحويصرات المنوية بتشارك بحوالي 70% والباقي بيطلع من الغدد اللي هي المحيطة بمجرى البول ده التوصيف بتاع سائل منوي جي طبعاً لما نيجي نعمل تحليل سائل منوي فيه شروط فيه شروط بالنسبة للزوج يعني مثلاً المفروض بيبقى أقل حاجة ما يبقاش فيه جماعة من 2 ل7 أيام يعني اليوم نبدأ التحليل من 3 يوم وما يزيدش عن 7 أيام إحنا دائماً بنعتمد مش بنعتمد على تحليل واحد المفروض بنعتمد على أكتر من تحليل على الأقل تحليلين أو 3 في معامل مختلفة بين كل تحليل حوالي شهر ورضو معامل مختلفة عشان تفادي الخطأ البشري المفروض نعمل التحليل في المعمل ما يبقاش في البيت ولو هيعملوا في البيت المفروض بيوصلوا للمعمل في خلال ساعة ويوصلوا في درجة حرارة الجسم ما يبقاش معرض للهواء لأنه ممكن يتأثر بالتعرض للشمس تعرض للهواء والحاجات دي طبعاً برضو نفس التحليل ما يبقاش يعني يعني يبقى بلستيك معقم ما يبقاش مثلاً أنا جاي من البيت في إزازة أو حاجة لأ لازم أنا باخد حاجة من المعمل ويكون لزازة دي معقمة أو الإنائي البلاستيك دا ويكون معقمة دي الشروط دي مهمة جداً الحقيقة ايه أسباب تأخر الإنجاب عند الرجال؟ والحقيقة أسباب تأخر الإنجاب دي كبيرة جداً يعني إحنا بس يعني إحنا نحاول نلخصها كده آآ حدك عارف الخصية لو حطنا الخصية في الوست في حاجات بتتحكم في الخصية زي الآن الغدة النخمية آآ الهايبوسالامس دي بتفرزوا اتنين هرمون هرمون الـ FSH وهرمون الـ LH الـ FSH ده مسؤول عن تكوين الحيوانات المنوية وبالتالي بينبى خلايا السيرتولي سيلز إنها تطلع هرمون آآ إنها بتطلع بتتنبى الخلايا لتكوين الحيوانات المنوية زي ما هي تباين في الشاشة كده وهرمون التاني بيطلع برضو من الأنتيرو بتويتري أو الفص الأمام للغدة النخمية اللي هو الـ LH ده بينبى خلايا بيتطلع هرمون الزكورة هرمون التستسترول آآ فبالتالي طبعا دول لهم آآ دور كبير جداً هو بينبى لو حصل أي خلل هرموني في الغدة سواء تعرضها بالأورام تعرضها الإشاع أو عمليات بيؤدي إلى آآ إنها الخصة نفسها ما بتنتجش ممكن السبب يكون في الخصية زي موجود دوالي خصية ممكن بعض الناس اللي عندهم آآ التواق في الخصية بعض الناس اللي هما بيتعرض لحرارة عالية جدا ااء مشاكل في الشوريان المغز الخصية أو أشهر سبب هو دوالي الخصية بعض الناس بقى اللي هو ما بعدها الخصة يعني في أسباب ما بعدها الخصة زي مشاكل في خنوات القصف ممكن مشاكل في العلاقة الجنسية نفسها ممكن مشاكل في الوقت يعني ما بيحصلش جماعة في موقت اللي هو فوقة التبويض أو مشاكل في القصف زي الناس اللي عندهم قصف مرتجع كل دي طبعا أسباب بتؤدي إلى تأخر إنجاب دوال الخصية أعتقد ده من الأسباب الهمة جداً الحقيقة دوال الخصية من الحاجات المهمة هو يعتبر أشهر سبب بيؤثر على الخصية في الإنجاب وأشهر سبب ممكن نعالجه طبعاً الحاجة عارف دوال الخصية عبارة عن تمدد في الأوردة المحيطة بالخصية وده بيؤدي إلى تسخين الخصية أو بيخلي إنتاج الحاملات منها ضعيفة حانم بيؤدي إلى خلال هرموني ممكن يؤثر على الشريان المغزل للخصية ممكن طبعاً برضو رجوع الدم في أحدك عارف برضو بيحصل الارتجاع من الوريد على الخصية فرجوع الدم بيبقى محمل بالفضلات وبالتالي بيؤدي إلى أن الخصية نفسها تسخل وإنتاج الحاملات منها بيبقى ضعيفة أحسن حل في دوال الخصية هو الإعلاج بالميكروسكوب هي عملية جراحية بنعملها بالميكروسكوب فايدة الميكروسكوب أنه نبدأ ننقل الأوردة الكبيرة اللي هي فيها مشاكل ونبدأ بنور بتاعه نعمل عملية ربط الأوردة طبعاً بيبقى مشكلة اللي كنا زمان بنعملها بالعين المجردة العين المجردة دي كلها بنسيب أوردة كتير جداً لكن بالميكروسكوب ده بيؤدي إلى أن أنت بتنقل أوردة بتحافظ على الشريان المغزل للخصية بتحافظ على الوعاء الناقل وبالتالي دي من أحسن عملات أو أحسن التقنيات الموجودة حالياً تفسير ما معنى كلمة دوالي؟ واحنا شايفين صورة الدوالي يعني هو الصورة دي علمية واضحة جداً جداً بتشرح خصية سليمة أو خصية غير سليمة تمام وطبعاً الدوالي عبارة عن تمدد وإطالة في الأوردة حالياً عارف طبعاً أن كل أي عضو في الجسم ليه شريان وليه وريد الشريان بيغزل عضو نفسه والوريد بياخد الدم بيرجعه في اتجاه القلب المفروض أن الدم بيسر من الخصية في اتجاه القلب في اتجاه واحد بس لو حصل أي تمدد أو إطالة في الأوردة الموجودة الصمام ده بيحصل فيه مشكلة ممكن يكون سبب خدل في الصمام ممكن يكون بسبب نقص في الصمام نفسه وبالتالي الدم بيرجع على الخصية رجوع الدم على الخصية ده بيخلي الدم بيركن جنب الخصية وبالتالي إنتاج الحيوانات بيسخن الخصية بيرفع درجاتها لأن ربنا خلق الخصية بره بره الجسم عشان درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم وبالتالي لما بتزيد درجة الحرارة دي بيئة غير صالحة لتكوين الحيوانات المنوية السؤال بقى العملية أسهبت أنت حضرتك فيه قيمة الميكروسكوب ليه الميكروسكوب أصبح بها سيطة الميكروسكوب الحقيقة لأنه هو بيكبر هناك مشكلة الدوالة الخصية ليها بعض المشاكل أول حاجة مشكلة رجوع الدوالي والناس كتير تقول لك أول حاجة أصبح الدوالة будетеرجع تاني الحاجة التانية ضمور الخصية وانا نشوف بعض الناس ما بتعمل عملية يصابه بالضمور الخصية بعد عملية الدوالي بعض الناس يصابه بالقيلة المائية فايدة الميكروسكوب ان هو بيكبر فلما بيكبر الفيلد اللي قدامي بابدأ انا اشوف اوردة انا ما كنتش شايفها قبل كده فبالتالي انا بنحاول فيه شريان ماشي جنب الخصي او ماشي جنب الوعاء الناقل الشريان ده هو المغزل الخصي في بعض الناس زمان كان بتعمل حاجة اسمها مثليجيشن يعني جي رابط الاوردة فصل الوعاء الناقل ورابط كل الاوردة كلها مع بعضها فطبعا ما بيشوفش الشريان فالشريان ده مهم جدا يعني ده منطقة خطر احنا بنعملها حاجة اسمها منطقة تحت القربية المنطقة ده خطر جدا وربط الشريان في المنطقة دي طبعا بيسبب مشاكل كبير فبالتالي كان فيه اوردة بتتساب ده بيؤدي الى رجوع الدوالي كوني ان انا سيب الشريان طبعا ده بيغز الخصي وبالتالي فايدة ان الخصي نفسها بتبقى كويسة وانتاج الحاملات المنابي بيبقى كويسة تاني حاجة في حاجة اسمها الاوعية اللينفوية الاوعية اللينفوية دي احنا بنحاول نقلل ربط الاوعية اللينفوية لين الاوعية القيلا المهيية لما بتتربط بيحصل حاجة اسمها القيلة للمما ايه وبالتالي المريض بعد كده بتخذ touched تورم وبعد كده ممكن يحتاج عملية التي هي القيلة المั้ية اذا المكرو overly coughable سماسيط هال مشاكل طبعا طبعا من الحاجات المهمة جدا الحياة في مجال الزكورة عموما عندما يأتيك مريض اع degree something nice من تأخر الجامعة. ايه الخطوات اللي بنمشي عليها عالجايدلاين في اه اه تشخيص او التعامل مع هزي الحاجة. الحقيقة هو طبعا التشخيص بيبقى مهم. لان احنا اه اول حاجة تاريخ المرض. اه طبعا والزوجة يعني لو يستحسن هم يكونوا موجودين. لان احنا بنبدأ ناخد اه تاريخ مرض من الزوج. طريق مرض من الزوجة. طبيعة الالاقة الحميمية بالل اتنين. هل فيها مشاكل ولا لا? هل الزوجة بتستعمل تشطفات قاتلة لحديات المنوية ولا لا? اه وقت الجماع نفسه هل فيه هل فيه جماعة في وقت التابويض ولا مفيش. سن الزوجة بيفرق معنا. هل الزوجة عمل عمليات قبل كده ولا معملش. لان ممكن يكون عمل عمليات قبل كده واثرت على الخصية. زي الناس اللي عملت مسلا خصية معلقة. او عمليات جراحية بتؤدي الى انسداة في الحبل المنوي. آآ. الحاجة الثانية اللي هي الفحوصات. الفحوصات طبعا زي ما احنا اشرنا من شوية على تحليل السائل المنوي إلى الفحوصات المعملية تحليل السائل المنوي تحليل الهرمونات قد نحتاج بعض الأحيان تحليل الكروموزومات أو تحليل المادة الوراثية. مدولات حالياً في مادة كده اسمها دي برضو بتشارك لحد كبير دلوقتي وبدأ يتحل مشاكل اسمها بعد كده الأشعاعات الأشعاعات بقى بتبقى مهمة جدا. آآ أشهرهم أشعاعات الدبلر دي بنعملها على الخصية بتشخص دوال الخصية بتشخص معدل رجوع الدم قطر الوريد قد إيه هل هي على الناحية واحدة وعلى الناحية تين. آآ حينما بنحتاج أشعاع اسمها أشعاع موجات صوتية من خلال الشارك على القنوات المنوية. آآ حينما بنحتاج أشعاعات الرنين. ومن ضمن الحاجات المهمة أو في التشخيص اللي هي حاجة اسمها عينة الخصية في بعض الناس اللي هما عندهم صفر الحيوانات المنوية أو الناس اللي عندهم آآ مشاكل في في الانجاب بسبب إن ما فيش حيوانات منوية. حاجة اسمها أزو سبيرميا. آآ وكلمة أزو سبيرميا أو صفر الحيوانات المنوية دي معناها عدم موجود الحيوانات المنوية حتى بعد عملية الطرد المركزي. نعمل حاجة اسمها سنترفيوجيشن بنحاول ندور على حيوانات منوية بدقة. ودي بيكون لها سببين. السبب الأول يا إما مشكلة في الخصية أو مشكلة ما بعد الخصية. يعني الخصي نفسها ده المصنع. ده هو مغزل الخصية. او في كي عمليات قبل كده. فطبعا الخصة ما بتنتجش. وبالتالي بيبقى العيب في المصنع. او احيانا. دي عينة الخصية. دي عينة الخصية. فدي بنشخص بيا الخصة زي ما كنا بنعمل حاجة اسمها عينة من الخصية. حاليا دلوقتي بنسميها التفتيش بالميكروسكوب. او المسح الميكروسكوبية الخصية. مه. بمعنى زي ما كنا بناخد عينة. وبنحللها. بتاخد من اي حتة في الخصية. جزافية كده. ده دور بقى الميكروسكوب دلوقتي. الميكروسكوب احنا بنعمل بنقسم الخصة لمناطق. بنبدأ نكبر الفيلد بالميكروسكوب. بنبدأ نقسم الخصة لمناطق معينة. بحيس ان احنا منسيبش حتة معينة بندور فيها على الحيوانات المنوية. وبالتالي ما بنفوتش فرصة على المريض. ممكن بنبدأ بالخصية الاولى ملقناش فيها. بنبدأ بالخصية التانية. بنجمد الحيوانات المنوية دي عشان بعدكا نحتاجها في موضوع الحيونات المجهري لو إحنا ملقيناش حيونات منوية بنبدأ نعرف الطور المتوقف عنده الحيونات المنوية يعني الحيونات المنوية داخل الخصة بيمر بكذا طور فبنعرف الطور المتوقف عنده بكذا مستوى بكذا تطور بالزبط فبنبدأ نشوف الطور المتوقف عنده أحيانا بند المريض علاج لمدة ستة شهور وبعدكا بنرجع نعمل أعينة خصتين حذرك قلت الكلمة مخيفة العوامل الوراثية قد تكون موجودة في سبب من اسباب تأخر الانجاب. وطبعا اه طبعا اه اه طبعا اه اه من الحاجات المهمة جدا. هي هي تخوف علشان نتائجها يعني الناس بدأ تخاف من النتائج بتاعتها. هو اشهر الحاجات الوراثية دلوقتي هو مرض او متلازمة دي عبارة عن اه خلل في الكورموزومات نفسها. وفي حاجة اسمها يعني في حاجة عارف الطبيعي الراجل اكس واي والست اكس اكس او او اكس اكس او اكس او اكس او اكس زيادة. والفكرة هو الكلانفيرتر هو حاجتين. فيه اللي هو البيو اللي هو الطبيعي والموزايك طيب. موزايك طيب ده فيه خلايا سليمة. وبالتالي احنا لما بنعمل احيانا عينة للخصية للمريض ده احيانا بنلاقي احيانات منوية. ممكن يكون بنسبة قليلة. بس طبعا يعني بقى له امل على الاقل لان هو ممكن نلاقي احيانات منو ينعمل منها حالة مجارية. اه 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 اذا لك اه في الموزايك طيب في امل. في امل احنا نلاقي طبعا بس بنسب معينة. مش كل الناس ممكن نلاقي. اه اه الناس اللي بتلعب اه بتروح الجيم بتلعب اه اه بتلجأ احيان الى هرمونات يعني انا فيه صديق ليه جايب مرة بيقول لي. اه من الحاجات خطيرة جدا. اه الكوتش يقال له هديك هرمونات. هو سنه قدنا. فدي كارسة يعني. وطبعا يعني معظم الناس اللي بتروح الجيم بيبدأوا بحاجات معينة كده. اه هو المدرب نفسه اللي بيدهاله. هو برحش جابها حتى من الصيضالية او باشرف دكتور. حيانا الحاجات دي بيبقى فيها غنية جدا بالهرمونات. هرمونات دي بيبقى فيها هرمونات زكورة. لما بنا بياخد هرمونات زكورة بكمية كبيرة جدا. دي بتعمل حاجة اسمها نيجة. يعني بتخلي هرمون اللي هو منبه للخصة يقل. اه. وبالتالي انتاج الخصة اللي كان بتطلع هرمون التستسترون بدأت انه بتاخده منبرة. اه. فمش هتطلع مش هتطلع الهرمون بتاعها. فبالتالي ده بيقدي الى انخص نفسي حصل الله ان هي بشرة. ان هي تبدأ تقل بتنتجشى حيونات منوية. يحصل الله احباط. احنا احيانا بيلاقي ناس ازو سبيرمي. يعني فيه ناس بتاخد اه الهرمونات دي لمدة طويلة جدا. وبالتالي عين ازو. ازو يعني ما فيش حيونات منوية خالص. بنفاجأ ان هو بيجي تجوز بيجي بيعمل بعض الفحوصات قبل الجواز بنلاقي صفر صفر حيونات منوية. اه. اه. فطبعا فيه فيه بعض الادوية ممكن تأثر. الناس بقى اللي هم مثلا بتعرضوا للالاج الاشهاعي. الناس اللي بتاخد اه ادوية مثلا اه ادوية كيماوي. حاجات زي كده طبعا دي من حاجات برضو اللي يتأثر يعني. قابل عن ناس بواقعية التعامل مع الخلاج جزائية او الامال اللي بنحلم بها. الواقعية دلوقتي الواقع ايه? وعندنا اعمال ان الخلاج جزائية ممكن تعمليه في المستقبل. وطبعا موضوع خلاج جزائية ده من الحاجات الشائكة شوية في الفترة دي. يعني هو الخلاج جزائية بس خلينا نعرف في الاول يعني ايه الخلاج جزائية. الخلاج جزائية ده هو الخلايا المكونة للجسم. اه. هي ليها حكتين حاجة اسمها أو بنسمها لحاجتين خلايا جنينية وفيه حاجة اسمها خلايا بالغ الخلايا الجزائية فيها ميزة كبيرة جدا إن هي قابلية الانقسام إلى أمال النهائي الميزة الثانية إن هي ممكن تتشكل بشكل الخلية اللي هي تحطت فيها يعني مثلا أنا زلعتها في القلب تتشكل بشكل قلب حتى تتشكل بنفس الخلايا هو حاليا دلوقتي بدأنا نتكلم على موضوع الخلايا الجزائية إن هي عبارة عن خلايا بناخدها من نخاع الأزام وبالتالي بناخدها أكتر من تجويف الحوض لإن التجويف الحوض بتاعه بيبقى كبير شوية بتتحط في جهاز تقريبا عشر تيام وبعد كده بتتتخي بتتحين في الخصي هي للأسف لسه ما زالت تحت التجارب يعني إحنا ما فيش دوكيومنت أو ما فيش كلها دراسات بتقول إن هي هل فعلا جابت نتائج ولا لا إلى الآن هي دراسات وهي لسه في مرحلة الشكل بس هي طبعا أمل كبير يعني ممكن ربنا سهل بعد كده ممكن يعني بلى نتائج كويس هيا هي لسه تحت التجارب لسه كلها يعني تجربية هو ما نقدرش نطبقها يعني حاليا دلوقتي ما نقدرش نطبقها لإن هي كلها ما زالت تحت التجارب تجربية بالزبط تجربية عشان محدش يخدع حد يقول له نعمل لك علاج بالخلاج زي عشان نطلع لك حانات هي مشكلة أن أنت يعني أو أنت هتعمل حاجة زي كده يبقى في ضوء تجارب بيبقى في مكان آآ رسيرش آآ مكان بحسي مكان بحسي بالزبط آآinese جامعة كلية طب برضه في بالمضمن الحاجات الليومين دول موضوع الجلسات موضوع الجلسات على الخصية في ناس جديد بتلجأ لموضوع الجلسات على الخصية هو إلى آآ نفيش حاجة أسمها حالsesا في ناس علاج بالطاقة علاج بالموجات الغير لقته ما فيش حاجة في أو حاجة ألتائه بتقول أن الحاجات دي موجودة فبالتالي نخول عشراً بالنا من الجزئية دي نورتنا شكرا بطر أين ضيفي العزيز الاسم المتميز في هذا المجال أستاذ الدكتور صلاح زيدان أستاذ جراحات الكلة والمسالك البولية والتناسولية واستشاري أمراض الزكورة والعقم والضعف الجنسي بكل طب جماعة الأزهر وعضو الجماعية الأمريكية والأوروبية والدولية والمصرية لجراحي المسالك البولية وأمراض الزكورة الاسم المتميز في هذا المجال كان ضيفي في واحدة من حلقاته المميزة جدا يبقى تأخر الإنجاب قصة مثيرة بين قصين مهم جدا فيها نلجأ أولا للأساليب العلمية الحقيقية اللي قد تؤتي تبار أو بمعنى أصح أمشي على الأساليب العلمية المقنعة المنطقية الأبروف دي الموافق عليها من كل الدوائر العلمية أما بقى الحاجات اللي فيها تخريف وفيها كده خلي بالكم أن النصب في الحتة دي واللابة بأمال وطموحات الناس وأحلامهم في أن يكون عندهم طفل بيصل إلى مستوى بينقصين النصب وده خطر كبير جدا وأعتقد أجهزة الدولة منتبهة جدا لهذا الأمر وبتحاربه بقوة جديدة خليكم أن نسألهم